الأعمال اللي قدمتيها مختلفة يعني مثلا أنا عمري معرفت ليه مثلا أنت صنعتي أنيسة في الليالي الحلمية والناس حبيتك فيها وبعدين الظروف ما كملتش أنك تكملي أنيسة بس أعتقد أنك صنعتي الشخصية يعني أعتقد أنه العظيمة طبعا محسنة أوفيك كملت الخط ولكن أنت صنعتي الشخصية اللي هو اللي بيعمل الدور في الأول هو اللي بيدي المفتاح لباقي اللي حيكمله يعني هو الحقيقة يعني أنا يعني أنا ندمانة لغاية دلوقتي أني سبت يعني سبت الجزء التاني ونسبتي علي لحد يسيب علي بادري يعني بس هو الإشكال إيه يعني كانت غطبة طفولة آه بجد لأن أنا كان الأستاذ أسامة يقول لي إيه الدور حيبقى في كذا وكذا وكذا لما لقيت الجزء التاني لقيت الشخصية مهمشة شوي ده الشخصية كملت للجزء الخامس أصلا آه لا مهمشة بمعنى ملهاش مواقف ما فقلت له طب قال لا هو كده عارفة ردوا علي يعني آه وقفك فقلت له أنا مش هكامل وبعدين ندمت ليه لأنه أنا التزامي تجاه الجمهور طبعا يعني كان مش كويس أبدا كنت عاملة أنيسة بإحساس عالي جدا آه يعني فأنا أول مرة كده خلينا نقول يعني أنه فردوس عبد الحميد ندمت على أنها لم تكمل أنيسة في ليالي الحلمية ده صحيح دي حقيقة ده التزام قدام الجمهور وما كانش لازم يعني لو عادت تاني تكملي أنيسة تعملوا بأي أن كان بقى الدور تكمليتي آه آه